لقي أربعون شخصا ما أصرعهم إثرى حريقا نشبا في سجن بإقليم بانتن بإندونيسيا وقالت المتحدثات باسم مصلحة السجون في وزارة العضل وحقوق الإنسان إن حريقا نشبا في سجن بإقليم بانتن ما أدى إلى مقتل أربعين شخصا وأضافت أن التحقيق جرن لمعرفة سبب الحريقة وعوضحت الحريقة بدأ في إحداء المباني في سجن تانجيرانغ على مشارف جاكرتا والمخصص لمرتكبي جرائم المخدرات ويضم 122 سجنا عندما وقع الحريق ولفتت إلى أنه تم نشر المئات من رجال الشرطة والجنود لسيطرة على السجن الذي تم تصميمه لإيواء 1255 نزيلا ولكن يضم أكثر من 2000 سجنا مضيفة أن الحريقة تم أخماده بعد ساعات قليلة وتم نقل جميع الضحايا إلى المستجفى ترجمة نانسي قنقر